الأسماء الموجودة في هذه القائمة هي أسماء قسم منعتها زعامات قسم منعتها أخوان لزعامات وأبناء لزعامات وأيضا زوجات لزعامات وأيضا تجار الزعامات هذه المسألة المهمة جدا طبعا تجارهم أيضا وأبنائهم لأنه أنت اليوم إذا سوفت قائمة لست في هذه الأسماء تقدر تطلعها أنت يعني تروح تقدر بالإنترنت تطلع لك في 100-200 أسم وتروح تدور على عوائلهم راح تشوف القائمة تكمل عندك صح هم يعني تعرف وزارة الخزانة الأمريكية يجوز العراقيين ما يعرفون أو يجوز الحكومة العراقية مما تعرف وزارة الخزانة الأمريكية ليست وزارة مالية مثل وزارتنا وزارة الخزانة الأمريكية عبارة عن وزارة حرب هي عبارة عن وزارة تقرر الحروب وبالتالي قراراتها قرارات مصيرية ليست قرارات سهلة اليوم أنا مثلا حينما قرأت بيان البنك المركزي حقيقة يعني أنتبني اليأس من آليات هذا البنك والتعامل مع هذا الملف هذا الملف خطير جدا نعم هذا الملف خطير جدا ملف يعني ملف الأربعة عشر مصرف وليس هذه فقط بداية وممكن أن تصل العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية أن تصل إلى المصارف الحكومية وخلي شمعون الآن وأنا أقولها ممكن أن تصل هذه ترجمة نانسي قنقر